عزيزيان الطلبة أهلاً وسهلاً بكم. عنوان محاضرتنا لهذا اليوم هو Limit and Continuity أو Limit يعني النهايات والcontinuity الاستمرارية. قبل الخوض في موضوع محاضرتنا اللي هي راح تختص فقط عن Limit خلا نناقش هذا الرسم اللي أمامكم. إذا فرضنا عندنا دالة مرسوبة بهذا الشكل وهذا الدالة أخذنا أي نقطة من عندها خلا تكون هذا النقطة اللي أمامكم ونزلناها هنا نزلنا مقدارها كانت عنده نقطة A فلغرض تحديد مقدار قيمة الدالة F of X أو Y عنده نقطة A شقد يعني مقدارها عندنا احتمالية الاحتمالية الأولى في منضوع علمت أنه أجي على هذا الرقم A اللي أخذناه وأجي أختبر القيم مالته من جهة اليسار وأشوف شقد تطلع وأجي أخذ اختبر القيم أيضا من جهة اليمين وأشوف شقد تطلع إذا كانت القيم طلعت عندنا من جهة اليسار تساوي القيم اللي طلعت من جهة اليسار اليمين فأقول عليه هذا المت أو النهاية موجودة إلها قيمة وإذا ما كانت متساويات فأقول هذا غير موجودة أو ليس لها قيمة هذه الإشارة اللي تشوفونها هذه ما تقرأ يعني مينص أو نيكتيب فهذه الدلالة على أنه إحنا دانيجي على الرقم اللي أخذناه أو المعطى بالسؤال من جهة اليسار طبعا الأرقام من جهة اليسار شنو يعني يعني الأرقام اللي أقل مقدارها أقل من هذه النقطة أو مقدارها أي يعني دانيجي يعني دانيجي من هذا الجهة يعني أكو أرقام أقل من 2 دانيجي نختبر بيها مثل 1.99 1.98 وكذلك من الصفر تبدي وذا يجينا بهذا الاتجاه انطينا هذا العلامة زائد أو بلاس هذا الدل على أنه دانيجي نأخذ أرقام أكبر من الاثنين بهذا الاتجاه اللي هي 2.9 2.1 2.8 المهم يعني أرقام بهذا الاتجاه اللي هي أكبر من الاثنين فإذا صار عندي فيها اللي متأول شي عندك سهم هذا السهم represent to the world approach approach يعني تقول إلى أو تقترب من السهم وهذا الإشارة تدل على أنه دانيجي نختبر أو نأخذ الأرقام من جهة اليسار وهذا الفلس دانيجي نأخذ الأرقام من ين من جهة اليمين مثال عندنا هذا الدالة الـ f of x عندما الـ f of limit 2x plus 1 تساوي 3 عندما الـ x approach to 1 هذي شون أريد أن نشوف على هذا النقطة اللي عندنا هنين الـ x8 تقترب الـ x approach to 1 من الواحد فإذا أكو تخيل أنه مكان لأي هنا صار عندك واحد فأكو أرقام أقل من الواحد وأكو أرقام أكثر من الواحد فإذا أجينا أخذنا الأرقام اللي أقل من الواحد اللي هي شنهي اللي هي مثل 0.999 إلى ما لا نهاية من الحدود وخلناها وعوضناها باللمت أو بالدالة عندي بحيث كل يعني مكان كل x عوض هذا القيمة الهنا اللي هي 0.999 0.98 المهم الأرقام اللي أصغر من الواحد فراح يطلع بالنتيجة عندي 2.99 0.98 هنا طلع عدة شقدت تزداد هذا القيم شقدت تزداد دقة الوصول إلى النتيجة 3 إذن 3 هو تقريبي إذا جينا أخذنا أرقام أكبر من الواحد وعوضناها مكان قيمة مكان Excel هنا بالدالة فإذن هنا عندي 1.1 1.1 هي أكبر من الواحد 1.1 1.2 أكبر من الواحد فهذا الأرقام أيضا راح تصدر عندك بالنتيجة ينتج عندك 3.2 أيضا رقم تقريبي هذا قربه أيضا 3 فبكل الحالتين إذا جينا من جهة الإسار اللي هي الأرقام أقل من الواحد اللي عندنا ومن جهة اليمين اللي أكبر الناتج طلع نفس الناتج فأقول عليها إذا طلع نفس الناتج from both sides أقول عليها هذا الليمت موجودة ومقدارها هالقد هذا المقدار شجينا فرضناه من جهة الإسار فرضناه L1 ومن جهة اليمين فرضناه L2 إذا تساوي L1 مع L2 فأقول عليها هذا الليمت مقداره L يعني الناتج واحد مقداره L وإذا L1 ما تساوي does not equal مع L2 أقول عليها هذا الليمت عندما X brush to I للدال F of X does not exist ناخد مثال في حالة الأولى عندما منطيني هذا الدالة وهذا رسمها فالدالة الرسمة X تربيع هذا هو الرسمة X تربيع تكون موجبة X تربيع عندما X وقت أصغر من الثنين و minus X plus 6 عندما X تكون أكبر من الثنين إذا عندما X أصغر من الثنين هذا تكون موجبة وعندما X تكون أكبر من الثنين هذا minus X plus تكون مقدار سالب فاللمت إذا الليمت الذي لدي لا نرى أصغر وأكبر 2 إذا X when approach to 2 فأجي أكتبر هذا العدد مرة أخذ أقل منه ومرة أخذ أكبر منه فإذا أخذنا أقل منه أقل من الثنين هي 1.9 1.99 1.99 1.99 هذا المقادير عوضها مكان كل X في الدلة اللي عندي عندما تكون X أقل من 2 هي X تربيع عوضها هنا رح تطلع عندك هذا المقادير شقد أكبر مقدار عوض 1.39 طلعت 3.9 2 6 0 0 هذا بكل الأحوال هو إذا تري تقرب هو يتقرب إلى العدد 4 وإذا عندك هذا الدلة اللي هي minus X plus 6 عندما X أكبر من 2 عندما X أكبر من 2 أعوض أكبر من 2 هو 3.9 4 0 3.9 2 3 3 0 2 2 2 المهم المقدار أكبر من 2 2 من 3 3 3 3 أطلع عندك 3 3 3 ساعة أيضا مقارب لل4 فبكل الحال 2 المت من جهة اليسار هو نفس الطلاع من جهة اليمين فأقول the limit that is limit للX عندما approach to 2 أو تقترب من 2 للدال F و F مقدار هذا المت هو 4 إذن عندي قيمة إذن أقول المت exist مقدار 4 في المثال الآخر إذا عندي منطيني دالة بهذا الشكل هذا دالة X زائد 2 موجبة عندما X أصغر أو تساوي 5 و X زائد 10 عندما X أكبر من 5 أيضا هنا منطيني أنها تقترب أكبر أو أصغر من 5 فأجي أخذ قيم مرة أقل من 5 و مرة أكبر من 5 وأقارن ها فأقول عندما X أقل من 5 أخلي هذا العلامة أقل من 5 أقل من 5 أقل 4.9 و 4.99 و 4.99 و كل القيم إذا عوض ها أقل من 5 تصبح 6 0 3 0 يعني 6 3 0 يعني قريب من 7 بينما إذا أخذ عندما X من جهة اليمين أكبر من 5 من جهة اليمين اللي هي أكبر من 5 راح تصبح عندي بهذا المقدار خمسة 1 5 1 5 1 1 فيطلع المقدار تقريبا أقل من 5 هنا طلع عندي 7 هنا 5 تساول لا 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 تساول فبهل حال أقول عليهم المت من جهة اليسار ما يساول المت من جهة اليمين و إذن أقول عليها هذا المت does not exist ما له قيمة does not exist هذا هنا عندي بعض العلامات التي أريدك لازم تعرفها أنه عندك إذا طلع plus infinity بعد ما تعوض بقيمة x مباشرة إذا طلع الناتج infinity فهي infinity وإذا minus infinity minus infinity وإذا infinity مضروب بconstan يعني ضرب infinity هو infinity وضرب minus infinity هو minus infinity وإذا جمعنا infinity أو minus infinity مع constant وإذا قسمت constant على infinity هو صفر أي قيمة constant قسمه على infinity هو صفر وسوى هذا constant أيضا إذا كان سالب على infinity أيضا المقدار سالب وإذا قسمت constant على حل minus infinity أيضا سالب وإذا minus على minus infinity أيضا سالب وعند هنا إذا طلع عندك بلحل plus infinity مرفوع القوة constant ثابت ترى هي infinity وإذا infinity أيضا مرفوع minus constant أيضا الناتج صفر هذا يربالك عليه ناتج صفر إذا عندك طلع infinity مضروب infinity الناتج infinity infinity مضروب minus infinity هذه minus infinity minus infinity هي infinity هذه ملاحظات تفيدك بالحل في المسائل القادمة إن شاء الله لكن إذا طلع عندك صفر على صفر هذا عن divide غير معرف و infinity على infinity غير معرف و minus infinity على minus infinity أيضا غير معرف و صفر في infinity هذه ما أقدر لازم أروح أشوف طريقة حل غير الآن الطريقة اللي أحل به عندي نظريات الليمت أنه أول شي إذا كان عندك الليمت الملي كون ستات المت يعني الليمت الت يعني يعني العشرة كون ستات فإذا أجتني ليمت عشرة وال x تقتل ب学ث هي تساوى العشرة يعني ليمت ال كون c sa y c x 8 فاللمت ما هو نفسه الاي يعني شلون يعني عندك المت اكس ساوي اثنين والاكس تقول الى الاي هنا الاي هي اثنين فراح شقول المت اكس شبهة تساوي الاي الاي اللي هي اثنين هذا المثال الاخر اذا عندك هنا اذا كونستات المت باي ثابت اعتبار البي ولمت الثابت هو الثابت ولمت الاي اكس هنا اشوف الاي اكس وين تقول الى الصفر هنا قالت الوين الى اثنين الليمت ساوي اثنين هنا الليمت للمتغير اكس لصفر اما كان كل اكس تعاوز صفر هذا الملاحظة الاولى اول نظرية الاولى اذا عندي مضروب يعني الكونستات الدالة انضربت بكونستانت فنقدر نقول هذا الكونست نطرعه برأي ساوي المت افوفكس ونرجعه على قاعدتنا الاولية عندك هنا شنو هذا الليمت خمسة مضروبة بالاكس والاكس وين تقول لثمانة الخمسة خرجه برأ فاصل الليمت اكس ارجع على الملاحظة هذه البي في النظرية الاولى وراح يصير خمسة فيه ثمانة اذا عندي هنا ايضا كونستات على شكل كسير المهم كونستات ايضا اخرجه برأ الليمت يبقى عندي الليمت عندما الاكس تقولي المانس الاثنين فكل مكان كل اكس راح عوض ماينس الاثنين يطلع عندي هذا اقتصر يطلع عندي ثلاث النظرية الاخرى انه اذا عندك حاصل جمع او ضرب لمت اثنين يعني لمت او جمع او طرح لمت دالتين الدالة عندما الاكس ابروش تو اي لمت افوفكس بلس او مينس جي اوف اكس الشي يساوي هذا نقدر انجزه اقول يساوي لمت الاف اوف اكس زائد لمت جي اوف اكس فكل لمت راح يطلع له رقم اللي هو الون بلس او مينس التو وراح ناخد مثال عليه الاخرى انه لمت يحاصل ضرب هنا هنا يساوي حاصل ضربة الاولى في حاصل ضربة ثانية يعني الاولى لها مقدار الون والثاني مقدارها التو هناك حاصل قسمتهن ايضا البسط يصير مقداره الون وبالمقام التو بس هنا عندك شرط الشرط انه المقام يجب ان لا يساوي صفر الناتج عندك التو يعني يجب un equal to zero نيجي هنا ايبالويت يعني احسب لمت عندما ال اكس ابروش توفايف عندك منطق عشرة اكس بلس سبعة شنون نحسب مقدار هذا الليمت باعتماد على الثيرمز اللي اخدناها قبل شوية وتكلمنا عنه فعندك هذا الليمت عشرة اكس بلس سبعة هذا قوس والليمت ندخله على القوس فكل حد ياخذ الليمت ماله على حدة فصار لمت عندما ال اكس ابروش ال المن للعشرة اكس بلس لمت ال المن للكونستان السبعة قبل شوية تكلمنا على امثلة هذا هذه كونستان يخرج برا يبقى عندك لمت اكس لمت اكس عندما اشوف ال اكس وان تقترب للخمسة اذا الخمسة مقدار وهنا الكونستان هو قلنا لمت الكونستان هو كونستان فيصير عشرة 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 فيه خمسة خمسين بلس سبعة سبعة خمسة عند النوع الاخر النوع الاخر من الليمت هو limit of power اذا عند ال اكس مرفوعة الى قوة او الى اس فاش نقول فور اكزامبل عندما ال اكس ابروش اي تساوي ال اذا عندي هنا صارت كلها تربيع فاش نسوي بمعنى شنه يعني ال اف اكس الكله تربيع يعني اف اكس مضروبه بال اف اكس فاخذ ال اف اكس للحد الاول و اف اكس للحد الثاني هذي خاصية الضرب فراح يطلع عندي فت كونستان معين تربيع هذا الحالة العامة جنرال كيس مو بس تربيع يعني اذا كانت ال اكس مرفوع على القوة اين فاش اقول اقول ال اف اكس للقوة اين راح يطلع عندي ناتج كله كونستان بس مرفوع ال اين شلون اذا سنشوف بمثال اذا عندك هنا اكس تكعيب عندما ال اكس تقول الى العشرة فاش نقول هنا هذا من نفس يعني غض النظر عن ثلاثة اكس عندما ال اكس تبرج عشرة هو عشرة بس هنا ال اكس عندي تكعيب راح يصير عشرة تكعيب اذا عندك هنا لمت 5 على اكس تربيع فاخذ لمت البص واخذ لمت المقام وعوض بها مباشرة عندما ال اكس ابرج اربعة او تقترب الى الاربعة فاصر لمت البص على لمت المقام لمت البص 春 وال ark بس هنا شرط انه المقام يجب ان لا يساوي صفر. دائما المقام يجب ان لا يساوي صفر حتى يطلع عندنا قيمة معرفة. هذا مثال اخر. هذا بيجمع وطرح. ادخل اللمت على كل حد. دخلنا اللمت. هنا للإكس تربيع. المينس. اللمت 5x واللمت 6. هذا اللمت. يقول 3 يعني 3 تربيع. هذا الإشارة المينس. يعني 5x يعني 5 فيه 3. واللمت الكونسات هو نفسه يطلع ع الناسج 0. هذا الاخر مرفوع للقوة 10. هذا نفس المثال السابع فقط. فترق عندنا. يفرق عندنا. يفرق عندنا. القوة او الاس. كل الدالة مرفوعة للقوة. قوة 10 فأدقل الليمت على الحد الأول والليمت على الحد الثاني فأشوف الليمت 3x هذا 3 ثابت عندما نعرف الواحد يعني شقد يعني 3 وهنا الليمت الواحد واحد 3 ناقص واحد طلع 2 فأقول لمت 3x القوة 10 يعني هو شنو يعني 2 مرفوع للقوة 10 ويساوي هذا المقدار إذا عندي limit of polynomial function هذا كثيرات الحدود كثيرات الحدود polynomial function اللي تكلمنا عنها أنه هنا يصير x تربيع بس بشرط أنه قلنا ما يستر لا ما ينس ولا كسر فهذه كثيرات الحدود أيضا أشوف الـ x تقول إلى وين تقول إلى 3 فأعوض مكان كل x ب3 هنا بهذا المثال عوضنا مكان كل x ب3 تعويض مباشر فأقول f أو في 3 عندما الـ x تقتل من 3 هذه قيمتها الصفر وأنكمل إن شاء الله في المحاضر القادمة البقية أنواع المتلي دالة الراشنل وبعض المصطلحات أو المفاهيم الأخرى ترجمة نانسي قنقر